رحت بوقتها العزيمة دعيت فيها صديق فهذا الصديق كان داعي مدير قناة فضائية في السعودية في السعودية ايه وهذا المدير ونحن على العشاء قال لي أخي أنا أبغى كافي الشباب تعرفون أحد عنده مقهى عنده كافي ليش قال والله أنا أبغى نقدم مشروبات للقهوة والحلويات للموظفين القناة عندي كانت ديل إنه إحنا نفتح فرع مصغر في القناة ونقدم انتجاتنا الموظفين مجانا مقابل أنهم يسوون لنا رصيد يعانات في القناة وكانت المدة ثلاثة شهور كان حاضر العشاء واحد صديق وقال لي أدخل معك شريك شريك في الفوت تركس شريك في الفوت تركس كم تقيم قلت بقيمة ثلاثين مليون على أساس كل سيارة مليون على كل سيارة مليون قالوا مليونين على الفوت ترك أنت شاريه بسبعين ألف مدريج قلت بالله يا أخي أنا أقيم البراند حينصرنا براند في القناة الفضائية لا وصلت يعني خلنا نقول للسيارة الأولى وصلت إلى داخل خمسة ألاف صحيح في ثلاثين مية وخمسين ألف صحيح يعني مبلغ موسهل جدا فعلا آخر السنة تجيب فوق المليون صحيح صحيح أكثر المليون صحيح فعلا موافقة المستثمر هذا وقال بأدخل معك وشرع عشريك في المئة وتفعلنا قيمتها كاش كاش وأنا حرصت أنه العشري في المئة ما أخذها الحسابي الشخصي مع أنه كنت أقدر أسويها بس كان دائما عندي هاجس عندي هاجسين مشاريع دائما تموته بسبب السيولة السيولة هي الأكسجين أي منشأة خصوصا الصغير رأس مالك هو السيولة تدفقات النقدية مهمة أنك تدخل مستثمرين كل فترة مهم حتى تضمن أنه فيه سيولة تخلي المشروع يستمر ويعيش ويقدر ينافس يوم أنت نافس في يلا فإذا ما صرت فيه لمؤاخذة وطوك فإحنا وقتها كان لازم أن نزيد رأس المال بشكل أو بآخر هذا الهاجس الأول هذا الهاجس الأول والثاني أنا كنت مرن اللي تعلمت من أخطائي لقبل أنه تصلب بالرأي وأنك تقول هذا مشروعي الحالي ماي بيبي ما يمشي هالكلام في بيئة متلافسية عالية والعرض أكثر بالطلب تعرض في سوق الكافيهات والقهوة ما أكثر بالطلب بعدين أنت لا تنسى إحنا كنا وقتها نتعرض المشاكل من الجيران أنه نزعج الحارة وكذا وما يلمون صراحة ووقتها فعلا كنا نزعج فالشاهد وافقنا وخذنا الفرع الأول في طريقة ما يكفاهد قدامنا هذه الشباب وافتتحنا الفرع الأول وكان الفرع نموذجي صغير وفكرتها زي ما يقولون خذ المنتج وحلا واطلع ما في جلسات أوكي فهذا النموذج الرشيق ساعدنا أنه نفتح فروع أكثر وساعدنا أيضا أنه نشتغل على تطبيقات التوصيل كم كلفك الفرع الأول؟ كلفنا ثلاثمائة وشويلف والشريك دخل بكم؟ دخل بـ 20 مئة وكان عندنا حين صار عندنا محل وفرعين وموقع هذا حق المحطة ثلاث مواقع وهذا الكلام بداية في 2019